اشتركوا في القناة امضاع عقد شراكة بين المساهمين لانشاء مؤسسة جزائرية صينية لاستغلال مناجم الفوسفات بولاية تبسا حجم الاستثمارات في هذا المشروع تقدر بين 6 إلى 7 مليارات دولار سيكون يخلي في مرحلة بناء هذا المشروع شغل أكثر من 12 ألف منصب عمل وكذلك حوالي 6 ألف منصب عمل في مرحلة الاستغلال هذا منصب شغل مباشرة وفيها أكثر من 24 ألف منصب غير مباشر في مرحلة الاستغلال مداخل هذا المشروع تتراوح بين 4 مليار دولار في السنة سيكون هذا المشروع ثاني سيضمن ثاني دخل للجزائر من العملة الصعبة بعد مداخل المحروقات اليوم الجزائر تنتج حوالي 3 مليون طن من الأسمدة الأزوتية بهذا المشروع ننتج حوالي 6 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية هذا الاتفاق سيسمحنا بتأسيس شركة جزائرية الصينية للأسمدة اللي راح تقوم في مرحلة أولى بجميع الدراسات الاقتصادية والتقنية وبعدها نشرع مباشرة طبعا في إنجاز المشروع المشروع هذا اللي يمس مباشرة أربع ولاية اللي هي تبسى سوق هراس وسكيكدا وعنبا سيسمح هذا المشروع الذي طال انتظاره أيضا لمجمع مناجم الجزائر والمتكون من عشر شركات فرعية من المساهمة في تحقيق تطور القطاع المنجمي على غرار المشاريع المنجمية الأخرى المدرجة ضمن استراتيجية تطوير المجمع لسد الحاجيات الوطنية من المواد المنجمية